الحقيقة موضوع فقد الأسنان واخد أهمية كبيرة أو في الفترة الأخيرة وحكاية إن إحنا بقى نستبدلها بإيه وكنا بنعمل الكباري والكراون اللي هو التربوش النهاردة لأ إحنا في صورة كاملة دخلت في موضوع كبير اسمه الزراعة أساسا بقى إحنا ليه بنفقد أسناننا؟ إيه اللي بيوقع السنان؟ الفقد الأسنان بيحصل نتيجة أسباب كتير أهم سبب وأول سبب التسوس التسوس نتيجة إن إحنا ما بنهتمش بسناننا إحنا مهملين جدا مهملين جدا كلنا بالإهمال وبالذات في السن الصغير الطفل بيبقى طالع له أول درس في سن ست سنين ما بيبقاش مدرك إن هو لازم يغسله ويهتم به وبالتالي بيحصل له تسوس مبكر ويفقده ده سبب السبب الثاني إن ممكن يكون الشخص ده تلقى خبطة في المكان في السنة دي فبتكون اتكسرت وبالتالي بيعيني فيها إن هو يعوضها أو يعملها أو يقدر يعوضها ويصلحها وبالتالي بتوصل في الآخر إن هو ممكن يفقدها تماما غير طبعا يعني بعد الشر لو في أي أمراض في الفك بتكون برضو مصاحب معيها إن إحنا نفقد الأسنان دي وأورا مغيره بالزبط كده طيب إيه اللي يحصل لو ما عوضتش السنة المفقودة؟ عدم تعويض السنة المفقودة هيؤدي أول حاجة إن أنا مش هعرف أكل الوظيفة اللي وجدت ليها السنة مش هقدر أديها دي أول حاجة تاني حاجة بتأثر على الشكل طبعا في حاجات بتحصل موضعية تمام؟ زي إن العدم اللي حوالين السنة يبتدي يفقد وبالتالي بيأثر على شكل الوش وبيبتدي يظهر على الإنسان الشكل العجز المباكل زي بيكون كده الخد داخل وطول الوش قلب كتير وبالتالي بيدي شكل الإنسان أكبر من سنه وبيبان في الناس اللي كانت فقد أسنانها المدة الطويلة وبتدي تعوضها حتى لو كانت التركيبة تركيبة بسيطة زي الطقم بيقولك أنا أحسس أن أنا شكلية اختلف لأن الأسنان هي اللي بتفريم الوش